السلام عليكم معكم قناة ام دنيا ان شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم جبت لكم بعض الافكار وبعض الحياة اللي تسحقوها في حياتكم اليومية في دياركم اول حاجة اللي جيتكم بها هو هذا الكليك لاك اللي ضمن ديته من صطيف ويعني على في عبر المواقع التواصل وجابوه لليوم وقلت سنشاركو معكم هاد الكليك لاك هذا كما راكم تشوفو فيه ان شاء الله راح نورهكم كيفاش يرجع كي تحلوه ووش فيه كامل الايجابيات اللي فيه نعرفكم ليه ونتمنى شاء الله يعجبكم كما قلت لكم هنا تعرفوا اللي اللي رامت بعيني ديجا ام دير ادي كانابي في اللي راح نحي الكانابي وندير هاد الفوتوي هاد الكليك لاك هادا اول حاجة راح نخرج لهاد الكانابي ونحطو في بلاستو ونوريهكم ان شاء الله وقوم معي هنا حبيت نوريكم هادك البابي اديزيف اللي كنت درتو من قبل ليس قساوني وقالوا لي اذا هو يوصل للارض اسكو ما يتجرحش اسكو ما يفزيش من الماء كي ما راكم تشوفو هاد الورق هادا هو عندي قريب تلت سنين من اللي درتو ما زالوه هو هو كي ما راكم تشوفو الحاجة اللي تفسدو هو كيد قيسو حاجة اللي تجرحو هذا مكان هذا هو الورق اللي سكتاعي هنا بعد ما تلاسيت هادك الفوتوي تاعي كليك لاك تاعي هاني كي ما راكم تشوفو فيه راح ان شاء الله هادو كنا نحلولكم وتشوفوه يعني الحاجة الايجابية اللي فيه مش غير هو فوتوي برك اللي قاعد نقدروه نرجعوه سرير هادو كتشوفو راح نحيل المخاد ونحلوه هنا دنياهي اللي رايتصور لي سمحولي اذا كان تصوير شوية هنا ها كيفاش حنحلو معاكم هادو الفوتوي هادا ولا الكليك لاك هادا مليح الناس اللي عندهم الضيق اللي ما عندهم شليستاع كما ندرتو هنا في الهول منها نقعدو فيه كي نبغو نتفرجو لعندك ضياب والله ومام تنفلي لنرجعوه سرير اه انا عندي بناتي يجوني وعندهم بناتهم صغر يحبو يرقدو مع بناتهم اه لوغ دي سيديت ننشري هادا ولا نجيب هاد الفوتوي هادا وتفل لغير نشاركو مع المشتركين تاوعي لعلا حتا هوا ما يستفيدوا من هاد الفكرة هنا كما راكم تشوفو هاد الكليك لاك هادا ما وش غير للرقيد ما وش غير للتفرج عندو حتا وين ها شوفو عندو دوب الفون وين تخبيو حتا الفراش هاني وريتلكم والدوب والفون تعو كبير يعني يهزلكم خير كياربي هاشوفو كي ما قلتلكم اسمحولي اذا كانت تصوير شوية بس كلي دونيا هي لا يتصور لي وانا هاني وريلكم بعد ان شاء الله كي ننظمو راح نوريلكم كيفاش نظمتو من داخل هادا هو ديو معاه اه 3 جتي ثلاث مخاد صغار اه انا قدمون ديتهم بلا كولر موتاقب براسك الجون اميبان وبرك حنا هكذا و الفوتا يدرتوف البلو نوي كما تعارفو تندنس البلو نوي هادا العام او مامطان حاجة لي تديلو تديلو السخر كم تعارفو الولاد صغر كيفاش انا على كل حد ما عنديش الولاد صغر بس حيجيو مني ابنت ابنتي وما هكذا شوفو ها كيفاش نظم نحطي هنا ان شاء الله من بعدها حنزيدلو يعني شوية نزيدلو مخاد صديبا مبوك نشوفو شمال اللون هنا هذاك اللي كنتم ديرتو في الغوز على حساب هذوك الريوز انتع لمات لاتع لكانابي وبدلتو بهذا الفاز هذا بل هذو الوريدات في البلون يعني مؤقتا فقط ومبعد ان شاء الله ننسيي حتى هذل لطا بالباس ان شاء الله رح نبدلها حابا ندير حاجة خفيفة لي متديران جينيش كي نبغى نسيق ولا نمسح ولا كيما هذل لطا باللي يعني هي عملية يعني كبيرة وفيها اقجار وندير فيها المعن بالصح اخواتي دقييلة دقييلة بزيف لطا باللي هذي باش نحركوها فيها بزيف بتعب هنا راني نمسح في الفون هذك تاع الفوتري بنبسكوا على بيلكم حاجة جديدة جا مغبر باش نبدأ ننظم الفرش نتاعي نقدروا نقولوا على هذا كليكلاك هذا اللي عندي نقولوا عليه تخواز هنا كيما قلت لكم اللقعاد والرقاد وين تخبيوا الفرش ها ننظمته أنا مذابية القناة التاعي تكون مفيدة يعني اللي تبعوني ها شوفوا يعني خدمة الله يبركو ما شاء الله مخدم بالحديد ومخدم بالحطب يعني ما شاء الله وعندو يعني فيها جبتو بالقارونتي شوفوا هنا هنا فرشتلو عندي هلو كفولي قديم هذا فرشتلو من الفوق باش نحط الفرش نتاعي كيما راكم تشوفوا هنا حطيت درت كويت وراح ندير زورة نحط زورة ونحط المخد مش نسحقول الفرش أنا هذا جبتو جبتو على جلب بناتي كيما قلت لكم عندهم بناتهم صغر يحبوا رقدوهم معهم هاك ذاخر من مهم نقول لكم عملي شوفوا ها بوش خبيت الداخل وبقليل يستاع هاذا هو الوكليكلاك تاعي ولا الفوطي اللي جبتو مهم مزلت ان شاء الله هنكمل اول تاعي في حويج بزيف من بعد ان شاء الله هنوري لكم ويعني عفايسة يعني يفيدوكم كيما فادوني أنا هنا عندي الفكرة الثانية وهو هذا الجواء هذا اللي نتعسي لكم اللي فاني طلبتو عبر مواقع التواصل وجابوه لي فيه تسع مترات هذا يحبس كيما نقوله نديروه للبيبان للتواقي ما يدخلكم شا الريح ما يدخلكم شا الاغبار ما يدخلكم شا الحاشارة الصغار كيما راكم تشوفوا يعني راح نجربو اول مرة يعني وان شاء الله في المستقبل راح نقولكم اذا مليح ولا لالا ذوكري حاغن نجربوه معاكم وبعد نشوفوا اسكو عملي ولا لالا المهم عجبني شفتو كيما قلت لكم عبرت مواقع التواصل وضمون ديتو جابوه لي هذا شريتوب تسعين الف فيه كيما قلت لكم تسع مترات بما فيه بقده جابوه لي حتى يوصلوه لكحتال للدار هنا وريتلكم عندي باب بتاعي تعبرة كيما تعرفوا لي ما صن كيي بلاسيبو لكم البيبان ساديبون ساعة جي قد قد ساعة يبقى شوية فرق كنتم ديرا واحد قديم وفزدلي مش من نوع هذا نحيتو اسيية نقراطيه كامل وراح نبلاسي معاكم هذا اللجوان والله هذا الهدو هذا الهدو لجوان سع سيليكون باش نقفل بهم بما يتخليش كاميراكم تشوفو شوفو لاذيك الضوك كيفاش شراه يتبان من التحت راح نحكم تلقيس وقصيت ونبدأ نلسق فيه هاكذا جاينا الصيف ووكم تعرفوا كين حاشرات كين يجينا هذك ساعة ساعة يجي ريح هذك تاع بيجي بالغبرة ها شوف هاكذا نحطو ونبقى نتكعلي حتى نلسق مليح كاميراكم تشوفو كل ما نوضع شوية نسي ينتكعلي بزاف نتكاو على قد ما قدرتو حتى نتخلص هاني مهبطاتو وموصلاتو حتى لدلدو الصول هاكذا بش ميه كما قلتلكم حاجة متجوز الاغلاغ بار لحشرات هنا بعد ما بلاسيتو ايسي يتنضغط عليه بمليح وان شاء الله كما قلتلكم في المستقبل نقولكم اذا مليح ولا لا اذا ما يتناحاش شوفو الاسباس اللي يبقى شوفو كيفاه هانا بعد ما خلصتو رحن نحل الباب ونوريكم كيفاش ها شوفو ها هاكي نحل الباب ونعود نسكر هلا هنا الفكرة الثانية الفكرة الثانية هو كما تعرفو كامل البابان كيتحلوهم بزا في جرحو الحيط كما راكم تشوفو انا هنا قاسلي الحيط باش نستنى زوجتا يدير لي هذو كل جوان وبلاشينيوغ ما طولا تمام ما دار ليش كي خرشتو روحت نقضي لقيت هذو الفكرة هذي انتاع لقيتهم يتباعو يديرو زوج ب 15 نلف واحد طرف نتاع الجاموسي تحط هاك دورا الباب ويحبس لكم الباب باش ما يتخبطش في الحيط هذي الفكرة الثالثة شوفو كيفاش نديروهم تحطوهم را الباب شوفو هنا الباب بتاعكم تحبس ما تكملش وتقيس الحيط وتخليلكم تجرحلكم الحيط او تخبش لكم الحيط شوفو شوفو هنا كيفا صرا لي الحيط نتاعي بس حكي درت هذي الفكرة هذي كما قلت لكم كي خرشتو لقيتهم للبيع عجبتني الفكرة وصومة معقولة يعني يزوج ب 15 نلف ماشي حاجة هاك داد نحن ديروهم انا تونضو حت نهار يدير لي راجلي هذو كل يجوان لي جور الباب لي حبسو الباب لي حبسو الباب باش ما يجرحش الحيط فعلا شوفو عمليين ومشي غالين وحاجة مليحة انا نجربتهم وفرحت بيهم على كل حال نوك زيد نوري لكم شو مرة تعالي بنات اللي بنترتها غير كيف ولا لي سبغناها غير كيف نكون نوري لكم الحيط كيف حصارتلو هنا في نهاية دي لاشو مرة تعالي بنات هنا شوفو باب حبس ما يجيسش الحيط شوفو كيف حصارلو من قبل وكنت ما عنديش بزاف مليدرت العبانتوغ ولا سبيغان تعالشامبرا شوفو كيف حجر حليل حيط علوغ هذ العفسة هذي عجبتني كنت ولا غير نفيد بيها المشتركين تواي انا لقيته عند اللي يبيع الموان هذ الفكرة هذي لقيتها مش ريتاش من مواقع تواصل لقيتها عند اللي يبيع الموان انا نسكن هنا في بجايا وعلا ما اظن تكون موجودة في كل الاماكن يعني هذي الفكرة الرابعة الفكرة الرابعة هو هذي هذا الشويو الصغير هذا اللي فيها هذي الرشاشة هذي ولا لا دوشات كما لكم تشوفو سبيسيال لتاع الكوزينات العين التاعيج هذي العين هذي او هذي الدوشات هذي اللي شريتها شريتها بخمسة وعشرين الف اه فيها هذي الجاموس هذا الصغير هذا الاسود هذا الاشتونين في سي فيه اه هذا سبيسيال للعيون انتاع نوفو موديل بس كل الموديل القديم اللي كان من قبل ما تسحقوش هذي هذي الجاموس هذا هو جمعه على كل حال انا العين انتاعي حنحيت لها هذي الصفاية اللي ملتحت كما راكم تشوفو العين وهذي الادوشات شوفو كيفها جات هنا اذا كانت العين انتاعكم قديمة ما تديروش هذي طرفتها الجاموس هذا اذا كانت العين انتاعكم من نوع جديد لازم لها هذا البلاستيك هذا او الجاموس هذا يجي معها يجي مع العين وتفيسيوها وحدكم ما تسحقوش حتى يعني يخدم كل مرة تقدر تبلاسيها وحدها انا هذي فاني راني جربتها لقيتها شريتها من عند اللي باع الموعن كما قلت لكم شيتها بخمسة وعشرين الف ذو كتشوفو حنجربها معكم ويعني الله يبارك حتى هذي الادوشات هذي بالله غير عملية هذي الديوها وين تحبو شوفو المتاع كيفاه بروفيزوار حتى نهار ان شاء الله نجيبو مع خير كما نقول هكذا نقدر نديها الجهالي من حبش اللي بي حبش اللي بي تاعي شوفو كيف هتديوها وين تحبو شوفو كما قلت لكم ما يشغالها ادير خمسة وعشرين الف اتمنى ان شاء الله المشتركين تعجبكم هذي الفكرة وتلقوها للبيع ان شاء الله ونقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك وطابوني في قناتي ونقول للمشتركين جدد مرحبا بكم ونقول لكم مع السلامة اشتركوا في القناة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة